السلام عليكم و برسالة و برسالة محبا بكم سلسية مطبخ أم نضال و محبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة أو وصفات جديدة و هي وصفات شوكولة بحشوات مختلفة الشوكولة التي سنضيفو الحشوات باشياء مصفرة لن نستعمل نكهات أو المنكهات فنضيفو نكهات طبيعية و كما ترونها ايضا شكلها جميل جدا سوف نشوفو مقادر تحضير و فرجها ممتعة نحتاج الشوكولة كما تشاهدون انواع 3 شوكولة الشوكولة الأسود الشوكولة الأبيض الشوكولة بالحليب هذا الشوكولة جيدة شوكولة غيش لا يبدل الشوكولة يكون بالسكر هذا الشوكولة الحقيقي الطعم يكون رائع جدا ايضا تفرخ خدمته يجب ان نخدم الشوكولة العادية فبثبت منكم يسولوني ما هو الشوكولة مثلا سأعطيكم ماركة او لا يسولوني واذا نخدم اقبال فاقبال فقط ماركة يوجد ماركة بثبت فهنا الشوكولة الحقيقي هو الشوكولة الكوبيرتو يوجد نسبة عالية كاكاو يجب ان ترى العلبة او لون بالاس جيل يكون مكتوب في انه غني بالكاكاو يوجد نسبة عالية كاكاو كما ترى عندي هذا النوع اقبال كان هذا النوع ايضا لوباري فهو من الانواع الجيدة جدا رائع في المدق فهو شوكولة حقيقية رائعة فالبغيتو نحضر لكم على الشوكولة نشرح لكم اكثر ونعطيكم الانواع دي الشوكولة تعرفوا عليه اكثر يكون موضوع على الشوكولة فخليوها لي في تعليقات وان شاء الله نحضر لكم فيديو وفيه الانواع دي الشوكولة اللي كانيني ايضا هذا الماركة اللي انا كنستعمل ونعطيكم شرح اكثر ونبدأ على بركة الله نبدأ بأول حشوة غاناش بشوكولة ومدق القهوة ولكن ليس القهوة المغربية او القهوة العربية والتي نسميها القهوة المغربية فنرى المقادر نحتاج للمعرق كبار لدي هنا مخلطة بين الزنجلين والنافع بشوكولة 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 الحر في هذه المقادر نخلطهم على القهوة ممكن تحنوهم مدق أكثر كيف يمكنكم تستعملون كيف يمكنك يخفي بشوكولة فهذه هي التوابل التي نضيفها لكي نحصل على القهوة المعترا ممكن تستعملوا القهوة المعترا إذا كنتم تشارينها واجدة هنا يجب أن تكون لديكم صفية لكي نضيفها نضيف لكم كم أكثر بشوكولة نضيف 100 جرام قشدة طرية الخاصة القشدة طرية الخاصة من الأفضل نستعمل في القشدة الطريقة الخاصة بالطبخ لا نستعمل القشدة السائلة تبقى رائعة جدا لكن قمت بتخدم القشدة الطيب نغلي القشدة الطريقة نضيف القشدة الطريقة نضيف القشدة الطريقة نستعمل الشوكولات بالحليب 180 جرام نضيف الشوكولات سخونة و نضيف قطعة الزبدة و نضيف الشوكولات بحرارة مطبخة و نضيف الشوكولات و نضيف الشوكولات تسخن على الضعام و نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات مع 1 غرام زبدة الكاكاو فهذه الحبيبات التي تشاهدون هي زبدة الكاكاو فهنا لنضيف الطريقة لها الشوكولات بالنسبة لطريقة الطريقة نشرحها في واحد الفيديو سوف نقوم بالرابط في صندوق الوصف ايضا مقادر الوصفات سوف نقوم بالرابط في صندوق الوصف هنا بعد دوبة الشوكولات يوصل الى 35 درجة سوف نعطيكم بعجلة للطريقة او لا تريد شرح اكثر ارجو الى الفيديو الذي نشرح فيه الطمبيرات الشوكولات كما يمكنكم دوبة الشوكولات على مراحل ميكرو اند وكما يمكنكم الدوبة في حمام مائي فقط انه لا يجب ان يفوت 45 درجة وطبعا هنا الطمبيرات الشوكولات الأسود تختلف على الشوكولات بحيث يبقى الشوكولات الأبيض فهنا بعد ما يوصل يوصل الى 35 درجة ونضيف الحبيبات اشترك كاكا واندوم بسرعة ومن المحل تحرق لكم واندوم بتطبيق الشوكولات واندوم بتطبيق الشوكولات تنزل الحرارة ايضا موجد المول اللي غادي نحضر فيه او اللي غادي نشكل فيها القطع ديالشوكولا وكما كنتشوفو فهذا من المولات الخاصة بالشوكولا فكي ساعدنا بزاف في تحضير القطع ديالشوكولا ممكن استعملوا حتى السيليكون ولكن هادو كي يبقوا افضل فيهم ايضا انواع كثيرة هذا مش من النوع الجيد جدا هذا يعني اه من الانواع متوسطة انه الانواع اللي كتكون مزيانة بزاف او اللي كتكون بروفيزيوني كتكون شوية يعني ثمن ديالها طلع بالنسبة لي انا هادو استعملته مزيان يعني الخدمة دياله مزيانة وتمن صراحة ما اعقل ش حلبة شريته بعد ما كتوصلنا لدرجة الحرارة ال 31 كنتكبو الشوكولا ديالنا في القالب او اللي في المول وهناك نحاولو انا نعمروا يعني هادو الحفر كلها باش تغطى كامل بالشوكولا كنتم دون ميلو في المول ديالنا مزيان حتى تغطى يعني الحفر كلها بالشوكولا ثم ما كنقلبو المول ديالنا طبعا كنكونوا فرشين من تحت من ورقة طهي باش ما يدعش لنا الشوكولا و كنتم دون حاولو اننا نفرغو يعني ذلك الزائد كامل ديال الشوكولا فكنبقوا قلبينه يعني حتى ما كيبقاش ينزل الشوكولا منو على هذا الشكل ثم ما كنناخدو سباتيول مثلا و كنزولو يعني ذلك الزوائد الاول دكشيكي يكون في الجوانب يشكي تقدو لنا فهنا انا استعملت هذه البلاستيك ولكن بعد سوف نتلهاب يعني خصي حاجاتكم ميطاليك باش تحكموا فيها مزيان و تزول لكم مزيان و كنحطفو به جانبا كيه جمد فهنا من الافضل ما تخلوش تلاجة يعني شوفوا مثلا الى كانت الكوزين عندكم شوية سخونة حاولوا انكم تحطوه في شيء بلاصة باردة لانه من الافضل انه يعني يجمد بحرارة يجمد بحرارة تقارب 17 درجة يعني تكون ما تكونش تلاجة لانه تلاجة بحالك ترجع بالماء يعني يتندى هذا الشوكولات و مني كتخرجوه مثلا و يجعلكم بياض الشوكولات فالأخضل انكم ما تديروش تلاجة فقط شوفوا بلاصة اللي تكون بعدها و حطوه فيها هاد الشوكولات ديالكم ثم ناخد القاناش ديالي وهنا غدي نديرو فهاد البوش باش نعمر الحفر ديال شوكولات ديالنا هذا الشكل نخليو مكان باش غدي نغطيو الشوكولات ديالنا و احنا كنضيفو هاد القاناش نخبطو هاد الوموت ديالنا مع الطاويلة علش انا كنت لكم هاد الوموت مزاني لانك تقدروا انكم تخبطوهم بحال سيليكون باش لالقاناش كي ياخد لفرم ديال الشوكولات نخليو هاد القاناش يزيد يجمد شوية و غدي نغطيوه بالشوكولات فهنا بنسبة للشوكولات كشتو في الاول انا نقدر سمية قرام دائما الشوكولات احنا يعني انا كنخدموه هكا يعني بشوية بشوية من الافضل انكم تديروه كيميا قليلة لانه اللي كدد دوبتو كيميا كثيرة فكت جمد ليكم و يعني الشوكولات يجمد يعني رجع لحالة الصلبة دياله خصو يتعاود له التمبير من الاول ولا بقينا اشكفو غدي نعودوه نزيدوه اضبطات الكاكاو اضبطات الكاكاو كتلق لنا الشوكولات فكي يولي سائل بزر ما فما يمكنش ان كل مرة نزيدوه اضبطات الكاكاو فمن الافضل تخدموه هكا كيميا قليلة لتقدروا تعودوها غير مرة او مثلا فانه هنا كما كتشوفوا يعني الشوكولات اللي عندي في الورق غدي نجمعوه غدي نعود ندوبو ونحاول انني نبقى في هذه المنش الحرارة وهو اللي غدي نغطي به هاد القطعة الشوكولات بعد موصل لنا الشوكولات ال 31 دراجه ونبقى فوق الومول كما كتشوفوا وناخد هاد الاسباتيول الميتاليك او الاتريانجو الميتاليك ندير هاد طريقة فانحاول انني انميل هاد اللومول او هاد القلب وندفع الشوكولات على هاد الشكل باش كي يطلعين وكي يعمر لي الشوكولات يعني القطعة الشوكولات اللي ما زال هي ما وصلها الشوكولات كما كتشوفوا فكتغطى كلها تماما وفي نفس الوقت كنزولوا الفائد ذي الشوكولات على هاد الشكل دائما نخدمو فوقها سيليكون او لفوقها كوراق باش الشوكولات ميداش لنا كنضربوه دائما باش ميخلش لنا هاد الفاراغات ونحتفظو به يعني كما كنت لكم فقط في بلاصة اللي تكون باردة من الأفضل من دخله شتلاجة ونخليه حتى يجمد تماما فمن الأفضل انكم تخليوه للكاملة او لا تخليوه تربع واش نسائع يعني تكي يجمد تماما باش هكذا كي يعطيكم الشوكولات اللي كي يجي كي بري اكتر وهذا الشوكولات دينا فانا انا ما خليتوش مدة طويلة بالنسبة لهذا القلب فقط كتغطوه مع الطاويلة والقطاع الشوكولات دي للكم كينزو فا نضيفوه سهل جدا ونحصلوه على الشوكولات دينا بعد الشكل اللي كتجي رائع جدا ونضيط لاني العشاق المحبي القهوة فما دقائك يجي رائع جدا وكما كنت لكم خفيف بغيتو يجي مشهد اكتر فقط تحنوه هدوك المكونات دي القهوة سنحضر الشكل اخر دي الشوكولات هذا المرة سنحضر شوكولات بلع شوب يعني احنا كنت ناكله الشوكولات وكننا نحسو ان بحلق ان ناخده او اللي كنت نشربه كز دي الاتي بلع شوب فعندي دائما 100 جرام دي القشطة طريه خاصة بالطبخ كت frei زي عزش لغاية مرازة 30 التفكير 75 الجرام فعندي الشوكولات الابيض شوكولات 15 جرام الزبدة الشوكولات الابيض نستعمل سيليكون القجدة نضع اعشاب والحبيبات نضع على النار نضغط على النار اضع 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 شوكولات ملوين اخضر اصفر اورانج زبدة ملوين ملوين و ملوين ملوين ف اضع نضع ثم اضع اضع لم لا الزبدة ثم اضع نأخذ السيليكون اولاء المول ونحاول ان فقط نضيف ديتاش في المول على هذا الشكل او اذا اردت اللونها كاملة فكان اللون القلب كامل فكي بقى لكم الاختيار هي فقط فكرة يعني اذا اردتوا تلونوا الشوكولات ديالكم يعني من غير ما تلونوا الشوكولات كاملة جيم لونه يعني يجب فقط هاد ديتاش وبنفس الطريقة نضيف المولوينات الاخرى كيفا كما اكتلكم فقط نضيف البنسون في الزبدة ونحاول نضيف قطرات الزبدة الكاكا وفق هذه البودرة ونضيف اللون السيليكون فكما اردتوا هنا فقط نضيف ديتاش هكذا ونشيب هذه الطريقة حتى نضيف الالوان كلها نسخن شوية القجدة الطريقة اللي كانت بردت ونصفها يعني كنا نوضعها على الشوكولات هنا وفي هذه المرحلة مبادة لكم كما اردتوا هنا كما اردتوا نضيف وضع صفايا ونقبها خلطة القجدة الطريقة فوق من الشوكولات و القطعة ونخلط لها جيدا دائما كما اردت لكم الى كانت جيدا مع جو برد لا تبش لكم شوكولات في هذه القجدة حاولوا انكم تخنغي شوية في ميكروهوم او لا على النار على مهيرة جدا وعودوا وخلطوا جيدا احتكدوا الشوكولات مع زبدة تماما وخلطوا جانبا كي يبرد هنا دوبت الشوكولات اللي غادي نعمر في هاد السيليكون يعني بطريقة باش ندوب الشوكولات فكما اردت لكم باش تشوفوها مشروحة اكثر شوفوا الفيديو الخاص بالتومبيراج الخاص بالتومبيراج واللي كنت استعملت فيها هاد الشوكولات الابيض يعني التومبيراج يختلف على الشوكولات الاسود يشفنا من قبل نعمر هاد الحفار ديال المول ونحاول اني نخبط شوية المول مع الطاولة باش كي ياخد الشوكولات يعني الشكل ديال المول ونبدن نميله باش كتعمر الحفار او هاد الشكل في المول مزيان ثم نقلبه باش كنزول هاداك الفائد ديال الشوكولات ودائما بهاد السباتيول كن نحاول اني نمرها ونحتاف تفصيلي كلي جانبا كي يجمر لي الشوكولات شوية وفي نفس الوقت كي يكون القاناش بدأ يبرد ونعمره باش كي يساعد لي او لا فقط بمعلقة ونعمر هاداك الحفار ثم نبدأ نعمر الحفار ونخليه مكان باش نغطيه بالشوكولات بالابيض ثم نغطيه بالشوكولات يعني بنفس الطريقة ونزول هاداك الفائد بالسباتيول ونحتاف تفصيلي من حتى يجمد تماما بعدما يجمد فنزوله من السيليكون فهنا ايضا السيليكون يعني ديمولاج يالون سهل جدا فقط نحاوله ناخده بانسو او فرشات كي نزوله او اكتفرتي الشوكولات كما تشوفو نزوله الى قطاع الشوكولات ونطلقوا بشوفو الشكل الثالث بالنسبة لهذا الشكل فهنا نستعمل شكل مستثيل قطاع صغير سنستعمل الشوكولات بالحليب بالحليب سنستعمل كاكاو سنستعمل سنستعمل بالحليب سنستعمل سنستعمل هنا بالنسبة لافويتين بزاف منكم الاسئلة اللي يصلون عليه انه تبرد لافويتين برد لافويتين برد 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 لافويتين بالنسبة للناس اللي في المناطق الساحلية مثلا انا في كازا فالدوز واحد المدة مع الميدي لا تبقى فيها القرماشة لا تبقى فيها الطريقة لترجع القرماشة فقط تشدوا واحد الكيمياء اللي تستعمله وتاخدوا مقلة وتوضعها على النار مقلة يعني ما فيها لاوال وناشفة وتوضعها هذا الفويتين طبعا النار وتبدأوا تحركوا وتحركوا تحركوا تحركوا من الميدي او البرودة فهنا اما تستعملوا كمقلة او ليلة تشعروا من قبل الفران وتضعوا بعدما تسخنوا فهو يبقى لكم يعني زاد رطب فما يخلعكم فقط تحركوا وضعوا في تبصيل يعني تحركوا من المقلة سخونة لكي لا تضطر وضعوا في تبصيل وضعوا في تبصيل وضعوا في تبصيل رائع جدا هنا كما قلت لكم نخلطه مع البخاليني وناخد الشوكولات طبعا اللي انا دوبت وطمبيراتو يعني وصلت لطمبيراتو اللي انا اللي خصني استعمل فيها الشوكولات والي هي 28 درجة ونعمر هذا الحفر بعد الشكل نضرب سيليكون مع الشوكولات ونقلب لكي نزول الزوائد للشوكولات لكي يجمد بعد ما يجمد الشوكولات لا يبقى السائل نخلط مع البخاليني ونحاول نعمر الحفر ثم نضرب شوكولات نحاول نضرب سيليكون مع طويلة لكي يقبط لكي يعمر الفراغات ونأخذ السباتيون الميتالي اللي نزول بها الزوائد ونحتفظ تماما بعد ما يجمد نزول سيليكون ونحصل دائما نأخذها كبانسون لكي نزول بقية الشوكولات كما ترون هذا شكل آخر والذي سيجينا بالنكهة الحامض و السكنجبير او المدق العسر الحامض ممكن ايضا نطيف ورقة نحتاج شوكولات الأبيض 160 و 100 قشدة الطريقة الخاصة نأخذ القشرة الحامضة مع العسر الحامضة هنا قشرة صفر و نقص نضع العسر الحامضة و نضغط على القشرة لكي تطلق أكثر كما قمت لكم استعملت القشرة صفراء لانه وصلنا لبايت المرورة ونقص الكيمياء ونقص نقص العسر الحامضة ونقص ثم نضغط الكريمة كما ترون نضغط من النار ونضيف الشوكولات الأبيض ونضيف 15 جرام ونقص جيد ونقص ونقص الزبدة ونقص الزبدة ثم نصفي العسر الحامضة حضرت في السبايا ونقص نضغط على القشرة ونقص لتطلق أكثر ونقص نقص مع الحامض جيد الشوكولات يجب المادقة العسر الحامض بسكينجبير ونقص نقص جيد ونقص ثم نضيف برد السليكون كما ترون نقص شوكولات بالحليب ونقص سوف نقص كما ترون ونقص ونقص لتطلق حفر ثم نقص لتطلق الفائد الشوكولات ونقص لتطلق ونقص لتطلق ونقص لتطلق ونقص لتطلق ونقص لتطلق لتطلق ونقص بالحليب بالشوكولات بالحليب ونقص لتطلق برد تماما لتطلق من السليكون هذا شكل آخر وهو شوكولات بحبات النواز محمرة وأهلا لدينا بحيث أفعل سليكون غريب من السليكون يبقى هاهلا هنا نوازج نحر محمر لاحظ مثلا محمر هو ملح محمر ونقص ونقص النقص ونقص نقص ونقص الوزيب و نجمد تماما و نكملنا تحضير الشوكولات كما تريدون نكهات لا يوجد نكهات أو صناعية و نرى شكل نهائي قطعة شوكولات هذا شكل نهائي يأتي رائع جدا و أيضا قطعة شوكولات و أيضا تجلب ورق كما تجربت بورق خاصة بشوكولات و سوف ننزلها في فيديو المقبل و كيف تجربوا القطعة و أيضا و هو رائع و أكثر و أتوقعوا من الإجابات امتمنى أن هذه الأفكار تتعجبكم و هذه الوصفة تتعجبكم ولا اعجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك تعليق اشتركوا في القناة وايضا مزيد مواصفة الزر الموقع ليوا www.cuisineomnida.com و ما تنسوش تنضم مواصفة على الفيسبوك الي ياشي واس اومندا سواء بالعربية او بالفرنسية ومرحبا بكم دائما وبصحة والراحة